اهلا الابنات مرحبا بكم معايا اليوم هو فيديو جديد غنوريكم ان شاء الله كيفاش تصيبوا بصيلة ديال الحوت كتجي صراحة رائعة وكتجي بنينة بزاف كيفما كنقولو حنايها لحق وطريقها مرحبا بكم معايا وتبعوا معايا قاعل ما رحيب بالنسبة المقادير الابنات عدنا فلفل احمر عدنا الكامون عدنا الخرقوم توما بصلا مشحرة عدنا فلفل سودانية وقصبرم عند نوس والحامض مرقد مقطع نضوزوا باش نتكلموا عن الحوت ما زال شاء الله غنزيد نوضح لكم المقادير اكتر الفرخ هنا ياخديت انا الفرخ كيلو ديال الفرخة البنات اللي غنستعمل فات البستيلة ديال تمنيا ديال الناس كيلو ديال الفرخ فالفرخ نوصيكم الحاجة ليوصيكم انكم في فنين تكونوا تشريوه ما تاخدوش جهة السفلية اخدو الجهة العلوية من جهة الراس ولو يلحي عليكم البائع ديال السامك لانه تكون عامر بالشوق وما نقدروش ان نستعمل فالبستيلة غادي جي لنا كلها عامر بالشوق خديت هذا الفرخ غصلتم مزيان غادي نرقدو مع هاد المقادير القصبور تومال كامون فلفل احمر فلفل سودانية سويتس كينج بير شوية ديال بسلام شحرام الحامض غادي نرقدو واحد ساعة ولا ساعتين الوقت اللي عندكم البنات باش يشرب لنا الحوت ادوك التوابين مزيان اوضفت شوية ديال الزبدة باش يشرب لكم التوابين مزيان هاد شي نقدر نقول لكم الملحة بنات اللي ما درش لانا درت الحامض مرقد هنا فهو رات يكون مالح بزاف فالملح اللي ما درتهاش هو الملح كتبقى حسب الضوء دائما ما نكتروش الملحة هنا درت ادوك العناصر يغلو لنا فوق النار الحوت ما نطيبوش بزاف هنا البنات نفوتوش لي عشرين دقيقة عشرين دقيقة فقط لان الحوت ما زال تبعو الطياب في الفرن فلي هادا ما نكتروش يعني ما نطيبوش بزاف قاد نخليو الحوت ديالنا يطيب نغلقو عليهم طابعة الحال التنجرة ديالنا نغلقو علي ونخليو نحسبو لي عشر ديال دقايق باش يبقال لنا الحوت شد قابط فراسو وهنا من بعد غدينا نحيدو الحوت وغدي نخليو داك الخالية تغلى بنسبة الكلمار اخديت كيلو ديال الكلمار البنات مقيتو حتى هو فالبسطيلة ديالت مياد الناس كيلو ديالفرخ كيلو الكلمار كيلو ونص كيلو ووربع ديال الكروفيد الكلمار درت مع شوية ديالتومة شوية ديالقصبور مع دنوس شوية ديالزبدة كذلك شوية ديالزيت زيتون ومدرتش الملح البنات هنا ارضو البل من الملح غدي ندرو ايش حالينا فوق النار مايفوتش عشر ديالتقايق لاننا الكلامار كيفما كنعرفو ما كيبغيش طياب بزاف ويلا مشينا طيبنا بزاف غدي ولي كوات شو بحي الكوات شو غيو اللي غيو اللي قاسح كل حجرة همقوا حنا نجبته هو يجبت فما نفوتش لي عشر ديالتقايق 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 بغين نقصو بالاطرف اصابع يبلينا الكلامار راه طاب سوف نزولو من فوق النار ونخليوه جانبا هنا ينبعد البنات ما تشحرها ووجه على هاتشكل هدا هنحطوه جانبا وندوزو باش نوجدو دك الماء اللي غدي ندرو فيه الفيغمي السيل الشعرية ديالالورز في شوية شوائب ديالالكلامار شوية قشور ديالالكروفيت شوية التومة شوية ورق الرند شوية ديالالملح صافي رقضوه في ذاك الفيغمي السيل دوزو باش نشوفو الكروفيت الكروفيت عدنا كيلو حتى هو اربع انا اخديت هنا كيلو ونص رابعة خليتها للديكور وكيلو وربع استعملتو الداخل في البسطيلة شوية القصور مع النوس شوية التومة شوية ديالزبدة شوية ديالزيتون ما نفوتوش لها البنات طياب خمسة دقايق فوق النار والحاجة اللي انا ضفتلي ضفتليه توابل ديالسامك باش يحطيونا واحد البنة اكتر صافي غادي نخليوه هنا يا البنات الكروفيت ديالنا يتشحر لمدة خمسة دقايق فقط وها هو الكروفيت ديالنا بعد ما طاب غادي ناخدو ديالنا بعد ما كيغلى داك الماء بعد ما كيغلى داك الماء كنديرو فيه الفيرميسال تبقى لنا واحد خمسة دقايق او لا عشرة دقايق ها هو الحوث ديالنا البنات الفرخ اختارت الفرخ لانه كيجيزوين في البسطيلة ما كينشفش ودهك الخالات كيما قلت لكم ديال التواب البصلة واللاصوس اللي طاب لنا فيه الفرخ ها هو خليتو يعقد مزيان حتى يقول لي البنات عاقدي واللي خرجينه غاديك ازديت منه فهذاك الخالط ديال البصلة وديال اللي طاب لنا فيه الفرخ هو اللي غا نضيفه الى الفيرميسال نضفت عليها شوية التومة محكوكا وشوية ديال القصبر القصبر ضروري في البسطيلة ديال الحوت وخلط التواب المزيان رضو الملح على البنات حيث انا غادي نضيفه واحد معلقة كبيرة ديال لاصوس ديال الصوجة اما معلقة كبيرة معلقة ونص القيس اللي بغيتون تومة وصافيو غادي نخلطو هادي شعريه ديالنا مزيان حتى تسرب لنا دوكت العن هادي الفيرميسال ديالنا البنات بعد ما وجدت لنا ضفت لها شوية ديال الحامض مصير ولي هادا البنات سباش نقول لكم حاجة ما ضفتشنا الملحة قاع نهائيا مصير هاو الفرخ ديالنا خليتو بقى صحيح قطعتو غي واحد شي شوية غي واحد باش يبقى هاكت طريفات ما يبقاش عبتاني صحيح بزاف هاديك الفيرميسال اللي ضفت معها شوية الحامض بصير ضفت معها نصف الكمية اللي عندنا ديال كروبات باش ندوزون عمور بها البسطيلة ديالنا اخذينا الطاوة البنات ديال 36 درت ورقة لتحت ورقة واحدة درتها لتحت لبس بها الطاوة ديالين بعد مدهنتم زيان بزيت وزبدة درت ورقة فوق منها اخرى ولكن نص هناك بقى داخل نصف الورقة على برة غادي نضيف ونعاودو نزيدو ورقة اخرى هاتم كان خالفوهم على هالشكل هذا غنديروه ربعه يلو الأرقات نخالفوهم على هالشكل دائمًا النص فيبقى الداخل والنص فيبقى على برة ودائمًا هد الجوانيب كانوا مقفولين بده ورقة على ورقة على هالشكل هاد البنات ورقة على ورقة على كيف مقتشوفهم معايا دابا مرة اخرى ان شاء الله نقود ل志ال لكم فيديو اخر كيفش طول بسطيلة على هالشكل هاكع ورقةبعة لى هالخرى سوف نضيف الورقة الرابعة وهنا سوف نضيف الزيت والزبدة وإذا كانت لديكم الورقة البخار ستستعملوها تجي صراحة زوينة لا تستعمل ورقة البخار ولكن في ورقة البخار تجي رطباء زوينة هنا هذيك الفيلمي السيلي كما قلت لكم نسمتها بالتوابيل اضفت مع نصف الكمية القامرون نصف الكمية الكلامار هنا سوف نوزعها بشكل متساوي على البسطيل اللي عندي ديال 36 ديال 8 الناس نعود نأكد هذا المقادل ديال 8 الناس قلب الناس هنا ديال 8 الناس وبالتبال التوابيرة يريدونها شوية التوابيل نزيدهم بحلقة تكون شي معلقة ديال الكامون معلقة ديال الفوفو الأحمر هنا جاي ايكم نزيلوا نتكلموا التوابيل هنا قدرت شوية ديال فرماج محكوك ما تدروش الملح حتى الفرماج يكون مالح ما كترتوش البنات هانتوما ماذا تدرك النص ديال الكالامار و النص ديال الكروبيت باش كتكون عندنا في البسطيلة تبقى فيها الفيرميسيل وفيها معاها شوية الكالامار شوية الكروبيت وطبقة اخرى كتكون طبقة كلها سامك هادي هي البسطيلة ديال الحوتة البنات فهنايا كيف ما كنت لكم وزعت الكالامار غادي نعود نوزع فوق منه الكروبيت وهنايا لاحطوا الفرخ ما درتوش البسطيلة الداخل ما درتوش مع الفيرميسيل عفوا خليت الفرخ بوحده هو الوحيد اني ما درتوش مع الفيرميسيل اللي غا نديرو فوق من البسطيلة هنايا هو غا يبقى هو الاخير علاية الشكل هادا هادي يعني الفرخ كامل اللي عندي غادي نديرو وصراحة تمنيتكم تجربو هاد البسطيلة بالطريقة اللي عطيتكم انا صراحة كتجي رائعة وكل ضاقها الحمدو لله عجباتو فكيف ما كنت لكم كان وزع الفرخ دينا على هاد الشكل هادا ها هو كيفما كتشوفو معي على هاد الشكل كله كيتوزع يعني في القياس ديال البسطيلة دينا والتوابيل كيفما كنت لكم البنات غا يكتر شوية ديال التوابيل لان البسطيلة تبارك الله عامرا هنا يا البنات جمعت الوراق ورقة ديال البسطيلة جمعت ذاك الشي اللي بقى لي على برا سوف نجمع بحلقة الورقة و نقضيها هنا سوف نجمع بحلقة اليدام و الزيت و الزبدة نضيفها على البسطيلة نضيفها على البسطيلة نضيفها على البسطيلة نضيفها على البسطيلة نضيفها من الفوق و نصف الداخل و نصف على بره نحاول أن نجمعها من التحت و نضيفها و ندهن بحلقة البيض عمل البيض نعود ندير ورقة فوق منها من الجهة الخرى مخالفة لها كيف مادرنا في الأول كنعود نديرو في التالي انا اقول لكم دابة كيف مما نخلي واحد نص هنا يا انتم مشتو على هاتشكل هذا اني كنحطو ورقة على الخرى وكلمتو البسطيلة دينا مزيان كننجمعوها من جميع الجوانب على هاتشكل هذا وضروري البنات ندهنو باش نديرو ورقة الاخيرة ورقة الاخيرة اللي غن ديرو باش غادي نفينيو بيها البسطيلة دينا باش جينا مقاعدة من يعني من السطح ديالها وغادي ندوزو دابة باش ننتظر البنات اخديت عود بيك فخوي تقطبت بيها البسطيلة ديالي ضروري من هاد المرحلة ضروري من هاد العملية تقطبها مزيان باش ما تنفخ لناش اثناء الطهي في الفرن وكندخلوها الفرن ديالنا كنخليوها الطيب عادي وهذا هو الشكل ديال بسطيلة لبنات كنجي صراحة رائعة بزرز وقتعاد الشكل زي ينتهب الكروفيت زي ينتهب بطوماتسوغيز بالفخوماج درت في شوية ديالبافو وفخوماج الصندويش غولي حتى هو والخص كذلك كنتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر